قناة المسلم أخو المسلم الدعوية ضوابتك للعلم النافع والله ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم علم صبطه الحسن بن علي أن يدعو بهذا الدعاء اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت الدعاء لا يتجاوز دقيقة واحدة اجتمل على معاني عظيمة وعميقة وبعيدة وكبيرة وكثيرة أيضا لكن مشكلة الناس عدم الفهم اللهم اهديني في من هديت الآن لو جيث أخصص حلقة كاملة حول هذه الكلمة والله ما وسعها اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت أعظم شيء أن تسأل الله العفو والعافي عافني تقول عائشة ماذا أقول إذا وافقت ليه القدر قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم عافني في من عافيت عافني في بدني عافني في سمعي في بصري في جلدي في عظمي في لحمي في ديني في إيماني في قلبي في أسرتي في مالي في أولادي في دنياي هذه كل معاني تشتملها كلمة واحد اللهم وعافني في من عافيت جملة عافني في من عافيت تشتمل كل عافية الدنيا والدين والقلب والبدن وهكذا يعني المفترض أن الدعاء ما يتجاوز يا أخواني هذا القدر من الآن ليقوم في بعض العمى هدانا الله وإياهم وفقنا وإياهم للصواب الأمر الثاني تلحين الدعاء ما ينبغي يا أخواني ما ينبغي تلحين الدعاء الدعاء بارك الله فيكم مثل ما تدعو في السجود والركوع تدعو في القنوت يختلف الحال لماذا الآن تخصص دعاء القنوت وتميزه وتجعله في طريقة غير الدعاء اللي في السجود مثلا والدعاء خارج الصلاة الآن خارج الصلاة أنت ترفع يديك مثلا وتدعو ليش ما تلحن الدعاء خارج الصلاة لماذا عندما تأتي عند القنوت تبدأ تلحن الدعاء الأمر الآخر هذا الصراخ ورفع الصوت هذا والله ليس من الشرع في شيء يقوله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل قال بعض العلماء ولا تجهر بدعائك صلاتك يعني دعاء والنبي عليه الصلاة والسلام ما سمع بعض الصحابة في السفر يرفعون أصواتهم أنكر عليهم قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وأيضا بعض الناس يقول لك والله أنا ما أخشع إلا في الدعاء يعني القرآن يقرأ هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشة الله ما يخشع الناس له لكن في الدعاء لما يأتي يتغنى وكذا يبدون يخشعون يبكون الأمر الآخر الإنسان يحاول أن يخفي عبرته ويحاول أن يحبس دمعته حتى يبتعد عن الرياء حتى يبتعد عن كذا هذا الذي كان عليه نسلم وكان عليه السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاهم كذلك فيما يتعلق بقضية المخالفات والله كثيرة منها قضية التطويل كما ذكرت التطويل وأيضا قضية بعض الأدعية هذه ما هي بأدعية هذه مقالة صحفية هذه مقالة سياسية هذه تفريعات وموضوع تعبير يصلح أن يكتب تعبير يعني مثل ما قال أخونا بويوس الآن عندما تقول اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وش الداعي لما تقول اللهم أن أعوذ بك من النار وأبواب النار وثياب أهل النار وحميم أهل النار وجبال أهل النار وأودية أهل النار إلى متى؟ هذا من الاعتداء في الدعاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام يعتدون في الدعاء والطهارة هذا عين الاعتداء فاتقوا الله يا أخواني أمة المساجد واتقوا الله أيها المسلمون خافوا الله في أنفسكم كيف الآن الواحد يخشى مع الدعاء ولا يخشى مع القرآن أنا أقترح على كل إمام مسجد أن لا يزيد على خمس دقائق خمس دقائق الدعاء وكثير أنا أعتبره كثير حقيقة خمس دقائق الأمر الثاني أن يدعوا من دون تلحين علينا اتق الله الآن إذا أنت رحت تسأل إنسان لما تأتي إلى إنسان تسأله تقول مثلا أريد منك مبلغ معين اتلحن للطلب هذا تبدأ تلحن كأنك تتغنى ولا تقول يا فلان أقرضني ألف درهم ولا مئة درهم هذا كذلك نفس الشيء أن تطلب ربك عز وجل وما عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في سيرة الصحابة أن الدعاء يلحن خمس دقائق عليكم بالتزام ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث العظيم وقرأوا في معانيه الأمر الآخر حاول أن تعود الناس الخشوع في القرآن تكرر الآيات وتعيد أن بسلم قام ليلة كاملة في آية واحد يركع فيها ويسجد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز والحكيم وعلموا الناس يا إخواني كيف يدعون الدعاء في السجود الدعاء مثلا الدعاء مثلا يعني في السجود أعظم هيئة للمصلي هي حالة السجود الدعاء خارج الصلاة في الهزيع الأخير من الليل في أوقات الإجابة ما بين الأذان ونقامة وأما هذه أصبح الآن بعض الناس للأسف يأتي يدعو دعاء غريب جدا كأنه والله مقالة صحفية ويفرع ويشقشق ويأتي بألفاظ غريبة ويفصل يعني الآن لو قلت اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا دخل كل من له صلة فيك أما تجي تفصل آبائنا أمهاتنا وخالاتنا وأخواننا وعمامنا وأعماتنا وجداتنا وجيراننا ما بيقل للجيران اتقوا الله يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم كان أوتي جوامع الكلم وكان عليه الصلاة والسلام يقول جوامع الدعاء جوامع الدعاء الدعاء اللهم أني أسألك الجنة يكفي أعوذ بك من النار يكفي اللهم اهدنا وارحمنا واغفر لنا يكفي أما هذا التشقيق والتفريع هذا ليس على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه